أن تذهب في هذا الطريق فهناك احتمال كبير أن لا تعود وإن تعود منه فهناك احتمال كبير أن لا تصل طريق العبر أو كما يسميه اليمنيون برمود البر أو طريق الموت نظراً لتزايد الحفر والتشققات على امتداده ومع أن هذا الطريق الدولي هو الوحيد الذي يربط بين اليمن والسعودية إلا أن الإهمال الحكومي تجاهه مستمر رغم عبور مئات المسافرين يومياً ووقوع الحوادث فيه بشكل متكرر موجة غضب شعبية كبيرة لم تكن الأولى ويبدو أنها لن تكون الأخيرة بعد وقوع حادث مأساوي مؤخراً في هذا الطريق جراء انقلاب حافلة ركاب كانت تقل مواطنين عائدين من السعودية والذي أدى إلى وفاة تسعة مواطنين وإصابة آخرين بجروح متفاوتة تم إسعافهم إلى مستشفيات مدينة سيئون التي تبعد عن مكان الحادث بعشرة الكيلومترات نظراً لعدم وجود مششفيات على هذا الطريق ليس طريق العبر الواصل بين مأرب ومنفذ الوديعة الطريق الوحيد الذي يهدد حياة مئات المسافرين يومياً فهذا الطريق الرابط بين مأرب والبيضاء أيضاً يعد امتداداً لخطر خط العبر في رحلة عودة المسافرين من السعودة أو الذهاب إليها حيث يمتد هذا الطريق الترابي لعشرات الكيلومترات ما يستغرق المسافرون فيها ساعات طويلة للوصول إلى مأرب بعد أغلاق الخط المعتاد عن طريق نهم قبل أربع سنوات كثيرة هي الطرق التي تمتد أمام اليمنين إلى الموت لكن طريق العبر أكثرها طولاً وأسرعها وصولاً